بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على نبي أمين وعلى آله وصحبه أجمعين اليوم بإذن الله تعالى سنتحدث عن موضوع أو عن حديث يقول فيه النبي صلى الله عليه وسلم يقول فيه النبي صلى الله عليه وسلم من المفلس أو أتدرون من المفلس فصحابا طبعا نجابه بما يعرفون نجابه بذلك في اللي يعرفه عن الإفلاس والمفلس فقالوا المفلس منا من الذي رحم له ولذي نار وفي رواية المفلس منا من الذي رحم له ولا متاع في معنى المفلس أو اللي يعني أصابه الإفلاس يعني تقوله در إفلاس أو در سيزي بمعنى إنسان أصبح مفلسا كان صاحب مالي لكنه أصبح مفلسا فالنبي صلى الله عليه وسلم يصحح هذا المفهوم على اعتبارنا الإفلاس الدنيوي وهذا صحيح ليس خطأا من الصحابة وإنما هناك إفلاس أهم من هذا الإفلاس بل وأقسى من هذا الإفلاس بل وأفجاع من هذا الإفلاس لأن الذي أفلس في الدنيا يستطيع أن يعود إلى ما كان عليه من الغنى لكن الذي أفلس في الآخرة أي رجوع وأي عودة وأي استعتاب له لا يمكن فلذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال المفلس من أمتي من يأتي يوم القيامة بصلاة وزكاة وإلى غير ذلك من الأعمال الصالحة وصدقة ويأتي وقد ظلم هذا وسفك دم هذا وأكل مال هذا وضرب هذا فيأخذ هذا من حسناته وهذا من حسناته فإذا فنيت حسناته وخذ من سيئاتهم فطرحت عليه ثم طرح في النار نعوذ بالله أن نكون من المفلسين المفلس هو إنسان يقوم بالأعمال الصالحة يقوم بالصلاة والزكاة مساء الفقراء المحتاجين يتصدق إلى غير ذلك من الأعمال لكنه في نفس الوقت يظلم الناس يسفك دماؤه يأخذ أمواله بغير وجه حقه وغير ذلك من المظالم التي تكون عليه يغتاب ينم في هذا فيوم القيامة يأتي بالله عز وجل بعدله فيأخذ من حسناته فيعطيها لمن ظلمهم لأن يوم القيامة ليست هناك عملة للتعامل العملة الأساسية للتعامل وهي الحسنات فيأخذ هذا من حسناته وهذا من حسناته فإذا فنيت حسناته يعني لم يبقى عنده الحسنات ما المعمل إذا شغل نديره فالله عز وجل بعدله هنا وإن كان أنه لم يبقى عنده الحسنات يأخذ من سيئاتهم يأخذ الله عز وجل من سيئاتهم فتطرح عليه بقدر مظلمته طبعا أو بقدر مظلمته فتطرح عليه فيطرح في النار وهذا من عدل الله تعالى أنه رغم ما كون أنه لم تبقى لديه حسنات إلا أنه من عدل الله تعالى أنه لا يضيع هؤلاء الناس في مظالمه ولذلك فالله عز وجل يوم القيامة يقول فاليوم لا تظلم نفس شيئا ولا تجزون إلا ما كنتم تعملوا فاليوم لا تظلم نفس شيئا أي يوم القيامة لا يكون هناك ظلم في هذه الدنيا يوجد الظلم يوجد سفك الدم يوجد الغيبة توجد الغيبة توجد نميمة يوجد كالسرقة وغير ذلك من مظالم لكن يوم القيامة لا ظلم اليوم يعني أن يوم القيامة يتحقق العدل المطلق فلا تجد هناك مظلوما على الإطلاق فلذلك فالمفلس كما قال النبي صلى الله عليه وسلم هو من يأتي يوم القيامة به صلاة وزكاة وآوال غير ذلك من الأعمال الصالحة الكبيرة التي تحتاج إلى جهد فالصلاة تحتاج إلى جهد وفيها مشقة الزكاة كذلك كل أعمال الصدقة تحتاج إلى جهد للنفس حتى تخرج هذه الصدقة لكن يوم القيامة تأتي وتعطي الحسنات مجانا وقد تعبت فيها تعطيها مجانا وتصبح مفلسا بعد أن كنت غنيا تأتي بجبال من الحسنات ومع ذلك الله عز وجل يعطي هذه الحسنات لمن ظلمتهم في نهاية المطاف إذا لم تبقى لذلك حسنا يأخذ من سيئاتهم فتطرحوا عليك فإذا طرحت عليك سيئاتهم وجئت إلى الميزان أتراك ممن رجحت حسناتهم أم من رجحت سيئاتهم طبعا سترجح السيئات فمن خفت موازينه فأمه هاوية هو مرجع الذي يرجع إليه هو الهاوية والهاوية اسم الأسماء جهنم نعوذ بالله منها إذن نرجو من الله سبحانه وتعالى أن نكون ممن حفظوا على غناهم بالحسنات يوم القيامة نعمل الحسنات لكن نحافظ عليها كيف نحافظ عليها؟ نحافظ عليها بعدم ظلم الناس لا نظلم الناس نظلم الناس يوم القيامة الظلم ظلمات يوم القيامة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم فلذلك هذه وصية ولذلك فهذه وصية لكي أن نتجنب الظلم ونتجنب أسبابه ونتجنب الظالمين أيضا نفعني الله وإياكم بما قلنا وبما سمعناه من ذكره وتقبل الله منا ومنكم الصيام والقيام وصالح الأعمال السلام عليكم ورحمة الله وبركاته